استطاع الطفل محمد حسن ابو النصر أن يحقق حلمه ويشارك أصدقاءه في لعب كرة القدم رغم إعاقته حيث أن محمد قد ولد بدون ساقين مما جعل الجميع يعتقدون بأنه غير قادر على ممارسة هذه الرياضة وكانت المفاجأة عندما سامح له المدرب باللعب مراعة لمشاعره إذ قدم محمد عرضاً رياضياً أبهر الجميع وجعله عضواً أساسياً في فريق منطقته ورغم أنه يمارس تمرينات أصعب من تلك التي يمارسها زملائه إلا أن إرادته وحبه للرياضة يدفعانه لمواصلة اللعب وإحراز الأهداف إنه موهوب حقاً يتحرك ويتمرن ويحرز الأهداف أيضاً باستخدام يديه فقط وهذا دليل حي على أن قوة الإرادة تصنع المعجزات تحياتنا لك محمد ولكل أصحاب الهمة العالية والإرادة القوية